شهدت صنعاء تصعيدا شعبيا لليوم الخامس على التوالي للمطالبة برحيل الحوتي نتيجة لفشل حكومته غير المعترف بها دوليا في توفير الخدمات للشعب وصرف مرتباتهم المنقطعة منذ أربع سنوات متهمين قيادة الحوتي بتسخير أموال الشعب ومرتباتهم لصالع صابة صعداء الحوتية وقالت مصادل محلية بصنعاء إن مظاهرات حاشدة خرجت بعد صلاة وخطبتي الجمعة من جامع الصالح صواب ميدان السبعين رافعوا فيها شعارات تطالب برحيل الميليشة الحوتية من صنعاء ومحافظات شمالية وهتفوا بصوت واحد إرحل يا حوتي مطالبين الميليشة الحوتية بإطلاق سراح المعتقلين الذين تم اعتقالهم بذكرى سبتمبر من المظاهرات الشعبية وأكدت المصادر إن بعد مرور دقائق على انطلاق المظاهرة تم اعتراض المتظاهرين ومداهمتهم من قبل عصابات الحوتي بعشرات الأطقم والمدرعات التي أطلقت النار بشكل مكثف وأدت إلى تفريق المتظاهرين واعتقال عدد منهم كما أغلقت الطواقم العسكرية الحوثية كل مداخل ميدان السبعين بصنعاء ومخارجها